بعد استخدامه للتنبؤ بالعديد من الأحداث جسيمة برازوهال غزو الروسي لأوكرانيا تسعى وكالات الاستخبارات الأمريكية جاهدة لتبني ثورة للذكاء الاصطناعي لتحليل طوفان من البيانات المهمة فممدى فعلية ذكاء الاصطناعي في التنبؤ بتهديدات الأمنية المحتملة ومنع الأنشطة الإرهابية الأكبر وما هي أكبر المخاطر المرتبطة باستخدام ذكاء الاصطناعي في العمل لاستخباراته قبل فترة طويلة من ازدهار الذكاء الاصطناعي تعاقدت شركة سيليكون فالي لجمع وتحليل البيانات غير السرية حول الاتجار غير المشروع بدواء فانتانيل الصيني المسكن للألم مما قدم حجة مقنعة لتبني هذه التكنولوجيا المتطورة من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية وقد تجاوزت نتائج هذه العملية بكثير التحليل البشري حيث وجدت الشركة أربعمائة في المئة من الأشخاص المشاركين في تجارة غير قانونية أو مشبوهة في المواد الأفيونية القاتلة فيما سارع مسؤول الاستخبارات الأمريكية إلى مشاركة هذه النتائج مع سلطات بكين وحثوها على اتخاذ إجراءات سارمة للحد من هذه التجارة غير القانونية أما شركة رومبوس باور فتقول إنها استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ قبل أربعة أشهر بغزو روسيا لأوكرانيا بنسبة ثمانين في المئة وإنها تنبه أيضا العملاء الحكوميين إلى عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الوشيكة وعمليات الفضاء الصينية ومن بين الشركات الكبرى التي تتنافس على أعمال وكالة الاستخبارات الأمريكية شركة مايكروسوفت التي أعلنت في السابع مايو أنها تقدم جي بي تي فور من أوبن إي آي للشبكات السرية للغاية وحاليا يستخدم الآلاف من المحللين في وكالات الاستخبارات الأمريكية الذكاء الاصطناعي بشكل متطور يسمى أوزيريس ويعمل على بيانات غير سرية ومتاحة للجمهور أو تجاريا ما يعرف باسم المصدر المفتوح إلا أن هناك العديد من مصادر القلق بالنسبة لوكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي المتعددة وهي قضايا الدفاع ومحاربة المعلومات المضللة وضمان خصوصية الأمريكيين بالإضافة إلى استكشاف تكنولوجيا الأسلحة البيولوجية والإلكترونية وبحسب ضابط استخبارات الدفاع السابق زاكري تايسون براون فإن الكثير من العمل الاستخباراتي الحيوي لا علاقة له بعلم البيانات ويعتقد أن تبني وكالات الاستخبارات الأمريكية للذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة أو بشكل كامل سيؤدي إلى كارثة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من يورك أو السلطان الخبير في ذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات والقوانين الرقمية أيضا أهلا بك على هواء الحرى سيد سلطان يعني ربما ممدى استخدام وممدى فاعلية الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بتهديدات محتملة ومنع أنشط إرهابية لقد كان الأداء أفضل في آخر 18 شهرا هناك جانبان لهذا الموضوع أولا الذكاء الاصطناعي المستخدم في أنظمة السلاح مثل X-62 وهي عبارة عن طائرة F-16 مقاتلة أيضا هناك ذكاء اصطناعي يستخدم في الروبوتات التي تستخدمها أو يستخدمها الجيش الأمريكي بعض التكنولوجيا التي طورها سلاح الجو وكذلك بالشراكة بين وزارة الدفاع وشات جي بي تي والعديد من اللاعبين مثل مايكروسوفت كل هذه تؤدي إلى جمع أفضل للمعلومات وأيضا السرعة أفضل بالمقارنة مع 18 شهرا خلت في آخر 18 شهرا كنا نعمل بهذا في المسرح الأوروبي وأيضا التكنولوجيا الأمريكية المستخدمة في إسرائيل وأفغانستان كلها عملت على محاربة هذا التهديد بالنسبة للغربة الحقيقية للتهديدات لمعرفة ما هو طبيعي هناك لا يزال تدخل من جانب البشر ويجب عمل الكثير للتأكد من أننا نطلق النار على إرهابيين وليس مدنيين هذا هو الوضع الآن هل هناك مخاطرات أو تحديات حينما نقوم باستخدام الذكاء الصناعي في العمل استخباراتي؟ نعم على مدار العقد الماضي رأينا مشاكل عندما تكون هناك ضربات بالمسيرات على أشياء مدنية أو مدنيين نرى مستويين من التحديات المستوى الأول هو ما يجري مع الذكاء الاصطناعي الذي نتشاطره مع الإسرائيليين وما يفعلونه وهذا سبب أضرار جانبية كبيرة ثم الأسئلة التي أثيرت والاعتقاد بحدوث إبادة جماعية من الجانب الاستخباراتي هناك أسئلة لأن تضاريس الإرهاب تغيرت أيضا هناك لاعبين أساسيين أو إضافيين في أفغانستان مثلا ولاعبين صغار مثل منظمة إرهابية في باكستان وأيضا في إفريقيا إذن استخدام هذه الأدوات لتقييم تنوع أكبر من التهديدات وأقول أن هذه قد تؤدي إلى هجمات إرهابية وهذا شيء يمكن أن ننظر فيه هذا هو وضع التكنولوجيا المستخدمة ومحتمل أن هذه التكنولوجيا ستتقدم بقفزات كبيرة في الأشهر القادمة وهذا يعتمد على بارادايم يطوره سلاح الجو يعتمد على كليستر AI وهذا يجعل التنبؤات أكثر دقة ولكن لا يزال هناك أخطار الأضرار الجانبية هل هناك تعارض ما بين الخصية الفردية وبين الحاجة إلى معلومات لضمان أو لاستتباب الأمن القومي في الولايات المتحدة هل هناك تعارض ما بين الجنبين هناك تحديات استخدام قانون بيتريوت الجديد وكذلك الخطوط العامة التي وضعتها عمليات الاستجواب للإعلام الاجتماعي وأيضا هذا يعتمد على المعلومات التي جمعتها الحكومة وغذتها في هذه المحركات وهذا يشبه أشياء فعلتها الصين هناك تساؤلات من ناحية السياسة الداخلية الخاصة بكفاءة هذه الأنظمة أعتقد أن الأمر يتعلق الآن بالسؤال الكبير وهو السلوكيات أو الأخلاقيات الكثير من هذه الأمور تم اختبارها ولكن هناك إشراف محدود وتوجيهات محدودة وأعتقد أن هناك تحدي كبير من ناحية التنفيذ وحماية السكان وهذا يعود أو يخضع لتشريعات من الكونغرس ومن الولايات ثم هناك وزارة الدفاع والجيش في جهودهم لاجتثاث الإرهاب وفي نفس الوقت النظر على الإرهابيين المحتملين وسيناريوهات عديدة أنت تتحدث ربما عن هذه التحديات هل هناك حاجة إلى اتفاقيات دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية جمع المعلومات الحساسة أو المعلومات المصنفة على أنها مهمة أو المعلومات الاستخباراتية بشكل عام بشكل عام يجب أن يكون ذلك هناك أشياء ننظر عليها وهي مثلا في الأسبوع الماضي كان هناك لقاء لوضع ما يسمى بمفتاح الإنهاء للذكاء الاصطناعي هذا تم وضعه من جانب لاعبين أوروبيين من ناحية المعلومات أو جمع المعلومات والمقييس رأينا أنها تخضع لأربع عوامل الأول الناتو وحلفاء الناتو الثاني البريطانيين ومن يدور في فلكهم حوالي 22 دولة ثالثا منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج وهؤلاء لهم مبادرتهم الرابع الصين وما يأتي من خدمات الاستخبارات الصينية محتمل أن المجموعات الأربع هذه ستلتأم سويا ورأينا أن الصين تعمل مع إيران وروسيا على العديد من أنظمة التسلح وهناك تساؤلات حول استخدامهم للذكاء الاصطناعي لا أعتقد أنه سيتكون هناك معايير تتفق عليها الأطراف أفضل شيء هي ما تنظر فيه أمريكا من ناحية حماية المواطنين داخل الحدود الأمريكية ولكن الاستخدام الجيوسياسي للذكاء الاصطناعي هذا شيء نشجع عليه لحماية الخصوصية داخل بلادك شكرا لك ضيفي أوسلطان كنت معنا مباشرة من يورك الخبير في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والقوانين الرقمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر